ها وإن لحصل مع المصري تدخلت على طريق بس أنا كنت عارف إنه ها وقلنا المعلومة وقلنا خلاص وكابتن أحمد مش عارف حسنانك ولا إيه ما وكابتن أحمد خلاص وفرحنا وامبساطنا كلنا وأنا مجدبش عليك هنيتك كمان يعني يلا بقى ها أصلكم ما حصلش لا بقى فيش حاجة أكيد ربنا يعني أجلي الخير ولعله خير طبعا كل حاجة بتبقى نصيب ربنا مش رايد انا بصلي قبل يما بروح نادي وبقول يا رب لو في خير قربوا لي لو في شر بعيده يمكن يكون كان شر لي او مش مصلحتي طبعا دي المسلمات ايه بقى اللي حصل انت اللقتي خلاص روحت واتفاقت مع المصري بعد معين الشعباني وكرتنا حمالكوشري جاي خلاص وراجل هيا لعمطش او اتنين قبل ما حتى يمشي معين الشعباني اتقال انه تجدد الثقة فيه بعد ما كان حصل اتفاق معي ايه التغيرات يعني ليه اولا تم تجديد الثقة في معين الشعباني وبعد معين الشعباني جي الكابتن حسام طبعا كابتن حسام حاسي ايه اللي حصل في الكواليس بصة يا كريم انا اول حاجة انا لعبت في النادي المصري طبعا ونادي كبير وجماهيري وناس طيبين وانا بقى يعني بحبهم جدا على المستوى شخصي يعني جماهيري يعني بتحب فرقتها ومسالمة يعني الامور كانت طبعية يعني اما ايجي يكلمني نادي بحجم النادي المصري اكيد نادي كبير ودربوا قبل المدربين من نادي الآلي كتير واسمها كبيرة فبالتالي يعني الناس كلموني وقعدوا معايا اول كانت اول يعني طلب مني قلت له الكابتن معين انتم خلاصين معاه ماينفعش نتكلم الا ما يكون قاله خلاص احنا متفقين وهو عارف بعد المباراة دي خلاص هو مش موجود معنا اللي هي مباراة في يوتش يعني اكيد وكررت الكلام فطبعا يعني مشينا في الاتجاه ده قرينا الفتحة تاني يوم عملت العقد خدت مقدم العقد خلاص كابتن بعد الماتش هنعلن بالليل وخلاص فيه تاني يوم يعني مقابلة باللعيبة وخلاص ونتوكل على الله خلاص اوكي لعبه ماتش في يوتشار طبعا نتاج كانت بتاعت الكابتن معين في الفترة دي اخر 11 ماتش هفوش مكاسب فبالتالي كان يعني الموقف يعني يستحق التغيير في الوقت ده اموة هو مدرب كبير ومدرب محترم و لكن عارف زي بتقولي احيانا بعض المدربين او اللعيبة ما بتوفقش في مكان فخلاص كان من الضروري ان يحصل تغيير وطبعا مجلس الادارة من حقه ان هو يتكلم مع المدرب اللي هو شايفه وطبعا انا بشكرهم انهم حط سكوتهم فيا وهم ناس محترمة ويعني الامور كلها كانت ماشية بهدوء وطبعية لحد اما لعبه ماتش فيوتشار الفرقة خسرت واحد صفر فخلاص كابتن معين المفروض بالليل هيقعدوا معا يخلصوا اجراءاته المالية وخلصوا يعني اعلان يعني كابتن معين خرج بعدية رح نزل للعيبة بعربيت وقال للجمايير بعربيت وقال له اننا وانتوا بس اللي بنحارب ومجلس الادارة يعني بمعنى صح يعني ايه ادى حتة في مجلس الادارة في موقف اه بالزبط اه فالله اعلم هو كان وجهة نظر وايه ممكن يكون هو عايز يمشي استقالة عشان ما يبقاش في شرط الجزائي بيقول كده الله اعلم يعني انا معرفش ليه قال كده يعني خاصة ان هو بيقولوا متفق معهم وخلاص فطبعا الجمايير يعني هناك عاطفين وبيحبوا اللي بيحبهم والناس يعني ايه قالت لأ او الرجل يكمل معانا وازاي فطبعا سيادة المحافظ يعني محافظ بور سعيد رجل يعني رجل قرأ ورجل يعني محترم ودائما بيدعم النادي فلا ان الموضوع الجماهير بتتكلم وفيه يعني صورة على الموضوع ان المدرب يمشي جاب المدرب وجاب مجلس الادارة وقعد معهم وهدى الامور بينهم وده كان انا كنت شايفه مصلحة النادي ايا كان يعني مصلحة النادي فوق الجميع صحيح بس فلما لقيت ان هو هيستمر الكابتن معين رغم ان انا معايا عقد ومعايا يعني خلاص انا اقيت الاجراء فطلبت ان انا اعود مع رئيس النادي ورغم ان كل الناس في المجال الرياضي قالوا لي انت الفلوس اللي خدتها دي حقك وليك كمان ان انت يعني تشتكي النادي قلت لهم لا انا ما ينفعش ان انا اشتكي النادي زي النادي المصري او النادي اللي عبت فيه لاندي اللي لعبت فيه ومش طبعي ومش اسلوبي وانا محبش اخد حاجة انا مشتغلتش بيه فاروحت تاني يوم للرجل وقعدت معي قلت له ادي عقدك وادي فلوسك ايه وكنت اخد فلوسكاش منه مش مشيك زي ما بعض المواقع كتبت وعملت فقلت له حاجتك ايه وانا لعبت في النادي المصري وده نادية وليك القرار والحرية وما ينفعش ان انا استنى مدربة اتمنى لي الخسارة عشان لاجي مكانه فاديته الحاجة فطبعا يعني مجلس الادارة راجل سامير حلبية يعني الراجل يعني الراجل محترم ومجلس ادارته كلهم ناس محترمة جدا يعني بصراحة وكانوا بيعملوا للنادي الامانة بصرف النظر هم من حقهم ان هم يعودوا مع اي مدرب ويتعاجدوا معاه لان خلاص المدرب كان في حكم يعني خلاص بس اديته الحاجة والراجل يعني وشكرته وشكرني وسبت الامور كده كرر اليوم بس بعدية بكم يوم بعدية المطش اللي بعده خسره تاني من البنك الاهلي وبعدية بس حصل تغيير وجي مدرب يعني مدرب تاني كابتن حسام حسن ويعني مدرب ليلي يعني ليه نك طبعا يعني بيتمتع بحب الجماهير وقعد معهم فترة طيبة مع النادي المصر فربنا وفقوا ووفق النادي المصر وجماهير ويعني وانا دعم ليهم ويكفيني اشارة في ان هم يعني فكروا فيها وكت ممكن ابقى مدرب النادي المصر اشارة في لايه مدرب محترم كالعادة كابتن احمد والله شكرا شكرا